للسنة الرابعة لم يتوقف قصف الأحياء السكانية في تعز من قبل ميليشيا الحوثي المتمركزة في تباب المدينة مؤخراً أطلقت الميليشيا أكثر من 20 قذيفة على جبل جرى ووادي الزنوج والأحياء السكانية في محيط وادي القاضي ريفو تعز هو الآخر لا يسلم من القصف المستمر مصادر محلية أفادت أن قذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيا من مديرية دمنة خدير سقطت على منزل يستخدم كمدرسة مؤقتة في مديرية الصلو القذيفة قتلت الطالب أحمد الحميدي البالغ من العمر 13 عاماً وأصابت طالبة أخرى جواراً المثير للغربة أن كل هذه الانتهاكات لم تلفت انتباه المبعوث الأمم والدول المشرفة على اتفاق سويد الذي تحتل تعز أحد ملفاته الرئيسية رغم كل ما يحدث في تعز يظل الغائب الأبرز في المشهد هي الدولة ورغم مرور أكثر من شهر على تعيين محافظ جديد وقيادة المحور إلا أن الرجلين لم يصلوا بعد إلى المحافظة لمباشرة عملهما منها الوضع الأمني في تعز هو الآخر يعيش ذات الظروف مسلسل الإغتيالات والتصفية الداخلية لم يتوقف وازدهار وضع العصابات والبلاطجة المسلحين داخل المدينة يبدو أن سياسة التحالف والشرعية تجاه تعز تمضي كما يراد لها مراوحة الوضع بين عدم التحرير وعدم الإنفلات الكامل بينما يدفع المدنيون في تعز ثمن هذا الفخ الذي يدار بالتعاون مع منتفعين من داخل المدينة تعز تصارع التنكيل من حولها والعصابات من داخلها بروحها وثقافتها تحاول أن تنتصر على كل هذا الخراب فهل ستنتصر تعز المعهودة على تعز الطارئة؟